احتفت مدينة الحامي بالزواج الجماعي الخيري الثاني لعدد 64 عريسا وعروسة بتنظيم لجنة الزواج الجماعي الخيري بالحامي وبرعاية من محافظ حضرموت مبقود بالماضي تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها معظم الأسر في ساحل حضرموت والتي تقلل من نسبة إقبال الشباب على الزواج مدينة الحامي بمديرية الشحر أبت إلا أن تساعد الشباب للإقبال على الزواج لتخفف عنهم أعباء تكاليفه 64 عريسا وعروس احتفت بهم مدينة الحامي في الزواج الجماعي الخيري الثاني بتنظيم لجنة خاصة بالزواج وبرعاية من محافظ حضرموت ووسط حضور رسمي وشعبي بالنيابة عني وعن العرسان أخواني الذين اليوم بيدخلوا قفص الدهبي وربنا يوفقهم إن شاء الله ونشكر الجميع بدأت أصحاب لجنة الجواج الجماعي بمدينة الحامي ونشكر الحضور جميعا والداعمين جزاهم الله ألف خير اختصروا لنا مشروع الزواج بدأت فعاليات الزواج الجماعي بمراسيم عقد النكاح في مسجد جامع الروضة وزف بعدها العرسان إلى السحة لتلتقي البركة وسط فرحة وسرور على أهزيج لعبة العدة لفرقة الملاح بطايع وفرقة العوش للألعاب الشعبية هذا العرس وهذه العراس التي يشهد فيها التكافل الاجتماعي ولا سيما أن نشجع كثير من المؤسسات وكثير من الجمعيات إلى حذو هذا الحذو الذي يسهم في نشأ المجتمع شكر تقدير للأخوة القائمين على هذا العرس مساء تواصلت مراسيم الزواج الجماعي بإقامة الحفل الرجالي الذي تخل له زفة ومسرحيات هدفة وفقرة تكريم الداعمين والمساهمين لتتزين سماء المحتمية بالألعاب النارية احتفال بعرسانها